تاني طبعا إحنا صلاح وإصابته أكيد خضتنا كلنا لأنه صلاح له دور عظيم مع المنتخب وهقول لكم دلاتي أعرض لكم أرقام بعد شوية تشوفوا صلاح لأنه صلاح ما ينفعش نتناوله بأمر إلا أن إحنا لابد أن نعطيه حقه كاملا لكن سبحان الله يعني سبحان الله إحنا على مدار التاريخ منتخبنا هو منتخب كرة جماعية يعني 2006 على سبيل المثال اللي إحنا أخدنا فيها كأس أمم إفريقيا غاب من عندنا مين؟ حسني عبد الربو لكن فيه محمد شاوي 2008 حسام حسن اعتزل عندنا غيره لو رحنا 2010 هنلاقي أبو تريكا وعمر زاكي غابة للإصابة لكن كان هناك زيدان وجده إذن نحن نحن لا نقف على لاعب واحد برغم قيمة صلاح العظيمة ويمكن إحنا شفنا الماتش اللي فات لما صلاح صاب وطلع في الشوت الأول انتفض لعبة منتخب مصر وقده أداء مبهر جدا يعني مش عايز أذكر أسماء لكن أكيد أكيد عمر مرموش كان عظيم بتريزيجي كان عظيم إمام عشور كان عظيم مصطفى محمد حدث ولا حرك شفنا انتفاضة شفنا انتفاضة لكن سبحان الله يمكن الواحد كان قلبه حاسس بعد مباراة موزنبيق اللي لعبها محمد صلاح كاملة أنا حطيت هنا سؤال ربما لأول مرة يسأل في البرامج الرياضية أنا أدعي هذا يعني حد يسألوا قبل كده وسبحان الله ربما كان قلبي حاسس انه ممكن محمد صلاح يغيب لسبب أو لآخر فلماتش اللي بعده بالفعل غيب هفكركم بالسؤال اللي أنا قلته عشان عندي تعليق عليه محمد صلاح نجم النجوم طبعا عشان محدش ايه في التعليقات يقول لعمة ماتحد بيقول مش هارك كده يعني طبعا لكن يبقى السؤال لو محمد صلاح وأي لعب في أي وقت ممكن يتعرض لأنه هو في مباراة معينة ما تبقاش دي أحسن حاجة عنده ده عادي جدا يعني على مدار العمر كله شفنا أباطرة اللعب طبعا طبعا هل احنا من أول ما صلاح ما شاء الله الله أكبر لغاية النهاردة لم نرى لمرة واحدة إن في مدير فني لديه الجرأة على تبديل مرة طيب ده السؤال اللي أنا طرحته الحقيقة السؤال عمل صدى كبير قوي على السوشال ميديا وفي مختلف القنوات التليفزيونية فيما يتعلق بالبرامج بتاعت الزملاء كلهم يعني حتى في برامج الانترتيمنت قالوا السؤال ده بعد ما أنا قلته يعني إنه سؤال مثير للجدل حقيقة لكن زي ما أنا قلت في السؤال هذا لا يتعلق إطلاقاً بقيمة محمد صلاح عرض لكم دلوقتي أرقام أنا بقول هذا كلام ليه لأنه ده محمد صلاح ده الأيقونة بتاعت مصر لأنه مع الأسف إنه بعض التعليقات جات سلبية جداً جداً على محمد صلاح بعد أما أنا سألت السؤال ده وتصور البعض إن أنا لا سمح الله لا سمح الله بقى أقلل من قيمة نجمنا العظيم محمد صلاح خلينا نشوف أرقام محمد صلاح على الشاشة قدام حضراتكم محمد صلاح شارك في 96 مباراة دولية مع المنتخب المصري سجل 54 هدف تاني أكتر لعبين تسجيلاً بعد حسام حسن صنع 32 هدف يعني عنده 86 كمان مساهمة تهديفية مع المنتخب في 96 مباراة صلاح شارك في 22 مباراة على مستوى تصفيات كاس العالم سجل 15 هدف وصنع 10 أهداف يعني عنده 25 مساهمة تهديفية في 22 مباراة كمان صلاح شارك في 25 مباراة على مستوى تصفيات كاس الأمم الإفريقية سجل خلالها 18 هدف وصنع 9 أهداف يعني بيملك 27 مساهمة تهديفية في 25 مباراة أخيراً شارك محمد صلاح في 19 لقاء بكاس الأمم الإفريقية سجل 7 أهداف صنع 4 أهداف يعني بيملك 11 مساهمة تهديفية في 19 مباراة هذا هو محمد صلاح اللاعب اللي رفع رؤوسنا جميعاً في المحافل الدولية وقدم لنا تبلوهات كروية وشد الملايين في الوطن العربي كله بل في كل مكان في العالم سواء النطقين باللغة العربية أو بغير اللغة العربية يبتلكم